فيما يخص الولايات الجنوبية للوطن وهذا إلى غاية منتصف نهار اليوم تحديدا على كل من إليزي جانات وتامنراس إذن النشرية الخاصة كانت تحذرت من تساقط أمطار بكميات معتبرة تتعدى 50 مم محليا وكانت مرفوق أحيانا بتساقط حبات برد إذن كما قلت ستستمر هذا الوضايات الجنوبية فيما يخص كل من إليزي جانات وتامنراس إلى غاية منتصف نهار اليوم بإذن الله وكذلك فيه تنبيه آخر لذات المصلحة دائما يخص الولايات الجنوبية بهبوب رياح قوية تتعدى سرعة 50 كم في الساعة مرفوقة بتطاير للزوابع الرملية وهذا إلى غاية الثالثة بعد زوال نهار اليوم على برج باجي مختار أدرار وإنساله بالنسبة إذن للمناطق الشمالية يرتقب إن شاء الله خلال ليلة اليوم الغد الجمعة سيكون فيه قدوم اثتراب جوي محمل بتساقط أمطار عادية محليا ستكون معتبرة بحول الله تخص مجمل المناطق الشمالية للوطن الغربية الوسطى والشرقية كما لنلاحظوا إذن والأمطار ستكون أكثر اعتباراً ونشاطاً خلال يوم السبت بحوله فيما يخص أغلب المناطق الشمالية إذن على كل من إن شاء الله الجزائر العاصمة بيجاية كذلك تيارة معسكر سيدي بالعباس سعيدة مستغانم وهران شلفتنس وقهراست بسا باتنا بسكرا عنابا جيجل بيجاية سكيكدا كذلك قسنطينا سطيف وباتنا وكمية الأمطار المتوقعة تترابح ما بين 20 إلى 30 مم محلياً خاصة خلال يوم الأحد يعني يبقى الاثراب الجوي خاص بكثرة الولايات الشرقية الساحلية منها وكذلك الداخلية وقد تصل يوم الأحد كمية الأمطار فيما يخص الولايات الشرقية إلى حوالي 40 مم محلياً إذن هذا الاثراب الجوي سيكون ليلة الجمعة إلى السبت ويستمر إلى غاية يوم الأحد فيما يخص الولايات الشرقية للوطن إذن درجات الحرارة القصوى وكذلك الدنيا في تراجع مستمر فيما يخص أغلب المناطق الداخلية للوطن باستثناء الولايات الساحلية لاحظنا خلال يوم الأمس وكذلك خلال نهار اليوم في ارتفاع مقارنة بالأيام الماضية فيما يخص درجات الحرارة القصوى المسجلة حوالي 30 درجة فيما يخص السواحل الوطنية كذلك بالنسبة لشلف غليزان وأسيدي بالعباس أما فيما يخص درجات الحرارة الدنيا فدائما تبقى منخفضة خاصة على كل من باتنا خنشلة بسق سنتي نصطيف أم البواقي وبورج بوري ريج تصل إلى حوالي 4 درجات إلى 5 درجات فقط خلال الفترة الصباحية والمسائية أما القصوى بالنسبة لقال مطار في السوق رأس كذلك على كل من باتنات بسا خنشلة الجلفة حتى عين الدفلة فتصل إلى حوالي 17 إلى 20 درجة المناطق الجنوبية مع هذا الاثراب الجوي الأخير بالنسبة لإليزي جانت وإينا ميناس كنا ستجنة تراجع نوعا ما في درجات الحرارة القصوى تقارب حوالي 29 درجة كعلى مقياس بأقصى الجنوب الجزائري وكذلك بأضرار حوالي 41 درجة أما على بشار تندوف غردياز الفناء والمنيعة فتقارب بإذن الله حوالي 32 درجة حالة البحر بالنسبة للمناطق الساحلية أكيد فإن شاء الله سيكون قليل إثراب على أغلب السواحل الوطنية رياح تصل إلى حوالي 30 كم في الساعة للسواحل الشرقية 40 كم في الساعة للسواحل الوسطى و20 كم في الساعة بالنسبة للسواحل الغربية رؤية متوسطة وعلو الأمواج سيتراوح ما بين أقل من المتر إلى المتر وهذا على كافة السواحل الوطنية إذن مشاهدين الكرام قدوم إثراب جوبي سيكون محمل بتساقط أمطار رعدية محلية معتبرة تخص مجمل المناطق الشمالية للوطن خلال يومي السبت وكذلك الأحد بإذن الله أشكركم على كرم الإصاء والمتابعة والعودة إليك بيلال شكرا جزيلا لك هنا إذن ننتقل مباشرة إلى ملفنا الأول واكد الوزير الأول وزير المالي أيمان بن عبد الرحمن لدى إشرافه على تنصيب المجلس الوطني للإحصاء بقصر المؤتمرات عبدالطيف رحال